السلام عليكم ورحمة الله عقب انتهاء القتال في غزوة أحد أقف أبو سفيان أسفل جبل أحد ونادى وقال يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتل بها إن شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قل له بيننا وبينك ذلك إن شاء الله فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه للقاء المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فبدى له أن يرجع لكنه خشي من المسلمين فماذا يفعل لقي أبو سفيان نعيم بن مسعود أقد قدم معتمرا فقال له يا نعيم إني وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب ومعنى جدب قحط وفقر ونضر في الماء وقد بدى لي أن أرجع ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة علينا فاذهب إلى المدينة ففبتهم ولك عندي عشرة من الإبل فخرج نعيم إلى المدينة فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم ما هذا بالرأي أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي حسبنا الله ونعم الوكيل ونزل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم بعض المشركين إن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد أجمعوا أمرهم على استئصالكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم فإنه لا طاقة لكم بهم قالوا ذلك على سبيل التخويف والترهيب وذاك ما يعرف في هذه الأيام بالحرب الإعلامية فزادهم ذلك التخويف إيمانا على إيمانهم ويقينا على يقينهم وتصديقا بوعد الله لهم واتكالا على الله وبالطبع كلنا نعرف إن الإيمان اعتقاد بالقلب وإكرار باللسان وعمل بالجوارح وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاع وينقص بالمعصية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحياء شعبة من الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأول من قال حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم عليه السلام حين ألقي به في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ودعونا نتوقف قليلا عند هذا الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل كثيرا ما نسمعها على ألسنة الناس الذين يتعرضون للظلم أو القهر والمعنى المقصود أن الله كافينا كل ما أهمنا وهو وحده نعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصادحهم حسبنا الله ونعم الوكيل سلاح قوي لا يجب أن نغفل عنه أبدا والدليل على قوته أنه قد تكرر ذكره في القرآن والسنة فنحن بهذا الدعاء نطلب من الله تعالى العون والمساعدة والتوفيق والسداد وحسبنا الله ونعم الوكيل كما أسلفنا هو دعاء الأنبياء قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار فأمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم ولما قالها محمد صلى الله عليه وسلم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فمن كان الله معه كان معه كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل